وتبقى السيرة أطول من العمر السيرة بتفضل أطول من العمر لأن الناس بتفضل تحكي عن اللي عمله اللي كان ومشي فيكتشفوا إنه ممشيش نخش في موضوع حلقتنا والحلقة كلها نستالجيا وحنين والحنين بيقلب بعضه ببارح كنا مستضفين ومتشرفين بالإعلامية الكبيرة القديرة قال أستاذة سوزان حسن رئيس التلفزيون المصري وتكلمنا معاها وكنا بنتكلم عن نستالجيا رمضان الحنين إلى رمضان في التلفزيون المصري يا جماعة التلفزيون المصري شكل وجدان المصريين في أشياء كثيرة منها ذكرى رمضان وذكريات رمضان رمضان في مصر حاجة تانية التلفزيون مخلي كمان رمضان في مصر حاجة تكلمنا كتير وحضراتكم تفعلتوا معنا وكتبتولنا وذكرياتكم وذكريات التفولة عن رمضان والفوزير وفطوطة النهاردة بقى احنا هنتكلم عن بتوع الراديو ومحبين الراديو يقولك الراديو هو الأصل احنا اللي ابتدينا بدري احنا اللي رسمنا الخرايط احنا اللي عملنا الفوزير احنا اللي عملنا الفليلة وليلة احنا اللي عملنا البرامج ومسلسلات بعد الفطار وبرامج التسلية ولما التلفزيون جي سنة ستين وما بعدها ابتدى يقتدي او يعني يبص كده على خارطة الراديو يبدعه طبعا كل بتوع التلفزيون يبدعه ويتقلقه لكن احنا الراديو النهاردة في نوستالجيا الحنين لرمضان الازع المصرية لها سحر جمهورة المحب العاشق ما بين البرامج والاغاني والمسلسلات والبرامج تختلف من برامج تثقيف لبرامج اخبارية لبرامج مسابقات للغلط فين لمن الجاني لاغرب الجرائم برامج موسيقى برامج طبعا ده غير القنوات المختلفة البرنامج الثقافي البرنامج الموسيقي ده برامج بتتكلم في الشعر في الأدب في المسرح موضوع كبير قوي يعني طب لو احنا حبينا نتكلم عن الرمضان في الإزاعة الإزاعة ليها يعني ذكرياتها الخاصة كان فيه زمهان مسلسل لطيف جدا اسمه سيد مع حرمه في رمضان طبعا بيستعرض بشكل لطيف ودمه خفيف العيوب الاجتماعية أو سلوكيات الناس اللي ما بتعجبناش في وسط رمضان كان البرنامج العام فيه بقى الأسدزة والرواد والعملقة صبري سلامة وصالح مهران وعبد العال هنيدي الأستاذ الأستاذ مع حفظ كل الألقاب والأستاذ عواطف البدري وطبعا الأستاذة الكبيرة أم الإزاعيين الأستاذة صفية المهندس كنا بنسمع ابتهلات محمد أنديل بيغني والأستاذ أمين باسيوني بيقرأ فيه ربعيات سيد مكاوي الموسيقار الكبير فيه برنامج خلي بالك من كلامك وبرنامج لعبتك إيه وبرنامج لا تعليق مع الموسيقار عمار الشريعي برنامج رمضان كمان وكمان لطارق مصطفى بيستعرض في الفن الشعبي فوزير الإزاعي اللي بدأت بتأليف الكاتب والشاعر الأستاذ بيرم التونسي وكانت بتقدمها الإعلامية الرائدة الأستاذة أمال فهب طبعا حلقات ألف ليلة وليلة اللي كانت بتتزعف رمضان إخراج محمد محمود شعبان اللي هو بابا شارو والمؤلف طهر أبو فاشا والممثلة زوزو نبيل بصوتها بصوتها كانت تحكي كل الحكايات وترسم كل المشاهد ونعيش كل الخيال بصوتها بصوتها اللي طالع من الإزاعة المصرية وبدأت في الخمسينات واستمرت طويلا يا جماعة كنا بنسمع مسلسل كان فيه قنوات كتير البرنامج العام لي جمهوره صوت العرب لي جمهوره الشعب صوت الشعب أو مش عارف لا الاسم ده مش مظبوط غالبا إزاعة القرآن والشيوخ بقى والابتهالات الشيخ محمد رفعت والنقشباندي ونصر الدين طبار والمسحراتي والشيخ سيد مكاوي كنا نسمع مولاي إني ببابك قد بسطت يدي كنا بنسمع أسماء الله الحسنى عادة قبل قرآن الفجر ثم نسمع قرآن الفجر ثم نسمع الأدان يعني طبعا كان فيه برامج كوميدية ساعة القلبك ده جماعة كان مصنع كوميديا المصرية كان كل الكوميدينات المصريين تلعوا الأول فيه برنامج ساعة القلبك يوسف حوف وأحمد طاهر وأمين الهنيدي وعبد المنع عمد بولي وفؤاد المهندس وخيرية أحمد والخواجة بيجوا لو هو فؤاد راتب ودي حاجات كنا بنوعد نسمعها وننبسط جداً برامج كتيرة يعني كتيرة كتيرة الإذاعة المصرية لها سحر لها السطوة الناس بتحب الراديو الراديو كده بيخلق لي حالة أنا بسمع صوت وبسمع حكاية وبسمع أغنية بتاخدني وتروح وتيجي بسمع مسلسل أنا بقى الوحدي اللي حرسم شكل البطل وحرسم ديكور المشهد وحرسم شكل البحر اللي بيتمشوا عليه وحتصور البطل أو البطل لابسين إيه لما هيجي برنامج المسابقات هبقى قعدة بتنطط على الكرسي نفسي أحل معا اللي في الستوديو ونفسي أفوز معا اللي في الستوديو ثم نيجي بالليل بقى في البرامج اللي فيها شعر وموسيقى والأغاني طبعا حفلات الست والليالي الطويلة والراديو صحبة حلوة قوي صحبة حلوة قوي في الشتاء وانت في السرير كده جنب تحت البطنية هو مونسك وصحبة حلوة قوي في الصيف نقاعد على البحر الراديو معاك ونقاعد في البيت في البلكونة تمام التمام والراديو مونسك وعمل الدنيا تراوى والراديو الراديو له جمهوره الكبير النهاردة طبعا احنا عندنا قنواتنا الرائدة الكبيرة وبقى عندنا محطات راديو كتير بيشتغل فيها عدد كبير من الموهوبين والمبدعين وكلهم دلوقتي أو من فترة بيجهزوا الشغل وخريطة رمضان وكل واحد في دماغه ازاي حيقدر يخلي ودنك ودنك وقلبك معاه هو نحن الرجو في رمضان الرجو عموما موضوع كبير